حتابت يعني خليني أسألك أهم الأسباب اللي خلت النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة وأنا عارف أن أنت عندك حاجة تقدر تقولها لنا عن الإحصائية الخاصة بين نادي الأهلي ورد المدريد وعدد البطولات الفارق بين فوز النادي الأهلي وفوز الرد المدريد أول حاجة الأسباب كده نادي الأهلي نادي مؤسسي فداية نرقم واحد الجماهير الجماهير النادي الأهلي بتمثل أنا بشوفها هي نقطة قوته الأولى هي اللي دايما بتطلع الحافظ من الإدارة ومن اللعيبة ومن الجهاز الفني بتطلع منهم كل حاجة النهاردة انت بتاخد للحضاشر الناس بقى بتفكر آه د drugiejز Jadi 21 بتاخد الدوري مش عارف كال ده سر عظمة النادي الأهلي رقم واحد جمهوره رقم اتنين الإدارة لو عايز تتعلم الإدارة اتعلم من نادي الأهلي الناس اللي كايب بتقولك تعمل معايشة عندها تانية لا لو عايز تتعلم الإدارة تعلم من نادي الأهلي شوف إدارة النادي الأهلي بتعمل ايه في السنة دي قدارة النادي الاهلي شوف فترة الراحة شوف يعني ايه يعني ايه بتدير كورة بتدي فترة راحة في نهاية الموسم اللي فات خلاص ما كنتش موفق في الدوري ادي فترة راحة عشان تراحل لعيبة عشان تلاحهم المواسم عشان تبدأ فترة جديدة دوري جديد النهاردة هزيمة سانداونز في نص الموسم كانت في شهر مارس خمسة اتنين اي اقدارة في مصر او في افريقيا هتغير المدرب اي اقدارة هتغير المدرب لكن ادارة النادي الاهلي مش بتتعامل بالقطعة كانت خمسة ولا كانت حدواشر لا خمسة اتنين النتيجة اي بتخسر بخماسية كانت هتغير المدرب ده يعني ده الجمهور الودا دمبير حايزين يغيروا المدرب عشان يتعادل واحد واحد ده مبالك بفرقة اي فرقة في افريقيا بتخسر في افريقيا كلها هتخسر خمسة هتغير المدرب ادارة النادي الاهلي تعلمك ايه تعلمك لا لازم تصبر على المدرب وما تحاسبوش بالقطعة انت دلوقتي بتوفر له كل حاجة وبتستنى لغاية نهاية الايه السنة بتشوف الناس كانت ساعتها بتقول ايه سانداونز عندهم ادارة سكاوتينج عندهم تمانية وتلاتين واحد في الجهاز الفني احنا لازم نتعلم من سانداونز دلوقتي شفت الفيديو هما فين سانداونز دلوقتي النادي الاهلي هو البطل احنا في البطولة دي كمان اتعرضت لمراحل البطولة يا جماعة سانداونز فريق كبير وفريق محترم نتكلم عن ما قيل في حاجة اسمها شخصية البطل شخصية البطل دي مش موجودة في افريقيا غير في النادي الاهلي انت يعني الفرقة انت ازاي يعني مثلا كمان مارسل كولر ونجاحه مدرب ممتاز جدا وقدر انه هو يستفاد ويكتسف خبرات افريقية من الهزيمة في سانداونز يعني بعد لما تغلب مثلا هزيمة سانداونز لعب 16 ماتش كسب 14 وتعادل ماتشين في محمد الخامس مع الرجاء والوداد من 16 ماتش كسب 14 والتاني كان كسبان يعني كان كسبان هنا 2-0 بس في المغرب في مجموعة المباراتين 2-0 يعني يعني من 16 ماتش الرجاء الرجاء كسب 14 وبالتالي استفاد من الهزيمة قدام سانداونز فيحسب برضو يعني احنا اتكلمنا على الجمهور الادارة الجهاز الفني الجهاز الفني مارسل كولر يحسب له اللعيبة العنصر الرابع سر النجاح بتاع النادي الالف اللي اربع حاجات دول البطولة مرت بمراحل البطولة انتهزيمت سانداونز بعد كده روحت القط نكسبت اربعة بعد كده ماتش سانداونز والهلال اللي حصل فيه واحد واحد وضعوا ضربة الجزاء خلاص احنا كنا قبلها كنا خلاص قلنا كنا هنخرج من البطولة يوم 18 مارس الا ان دايما النادي الاهلي بيلعب بروح الفنيلا الحمراء الكلام اللي احنا بنقوله ان انت بتستنى بتلعب في الديئة الاخيرة ماتش الهلال يوم واحد ابريل كسبناه 3-0 كان احنا صعدين بفرق المواجهات المباشرة مع الهلال كان لازم تكسب 2-0 وبالتالي صعدنا في دور المجموعات بعد كده روحنا قابلنا الرجاء مشوار صعب جدا انت روحت قابلت الرجاء اللي هو الناس قللت منه لا الرجاء كان اقوى فريق في دور المجموعات وكان جاي كان اقوى خط هجوم واكتر فريق صنع فرص رحت قابلته وكسبته 2-0 هنا ورحت هناك 0-0 وبالمناسبة كان فيه ضرب الجزاء ضاعت في الشروط التاني دي برضو كانت ملامح بتأكد ان شاء الله اللقب واحدة واحدة كان رحل الاندي الاهلي نص النهائي والمشاكل اللي حصلت في الترجي مع جمهوره وروحنا لعبناهم بدون جمهوره وكسبناهم 3-0 وبعد كده بترجع بتكسب 1-0 بعد كده النهائي بقى و2-0 يعني سبحان الله كمان النهائي انت كنت ممكن في الزهاب ده بس بيجي فيه الجون عشان اللعبة تروح مركزة اكتر والجهاز الفني والفرحة تكون اكبر والفرحة تكون اكبر والجهاز الفني يركز اكبر يعني حكاية الصفارات اللي جابوها فمحمد الخامس وبدأوا يجيبوا الجمهور عشان يعودوا الجمهور حكاية ان بدأ يعني سافر بادري الكرات اللي اتحطت دي عشان احنا تعودنا خلاص واخدنا الخبرات والجون بيجي الجون بتاع محمد عبد المنهم ده جون يعني دي دعوات او انت احنا قلنا هنا ايه اعمل اللي عليك والباب بتاع ربنا